السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعا يا رب كونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الثالث في الانتجريشن. هيبقى ان شاء الله حلقة واحدة بس اللي هو الانتجريشن خدنا قبل كده يا ولاد لو عايز اعمل الانتجريشن كنا طبعا بنعمل فكرة الانتجريشن كلها واحدة بعمل ايد طبعا على الباور طبعا ده اللي احنا قلنا الحلقتين اللي فاتوا الناس اللي تسمعنا الاول مرة تجيب الحلقات اللي فاتوا هم حلقتين بس في الانتجريشن صغرين جدا حلقة ربع ساعة وحلقة عشر دي اي ياريت طبعا تسمعهم قبل ما تسمع الحلقة دي لان هما كلهم مرتبطين ببقى طيب النهاردة بقى هنتكلم في حاجة مهمة جدا اللي هي ايه؟ لو انا عندي يا ولاد انتجريشن الاف اف او اكس او تو ذا باور ان ملتبلاي اف داج او اكس دي اكس المنظر اللي قدامي ده هنا بس واحدة دريباتي في التانية خلي بلك الركت دايما بيبقى نو بيبقى نو بيبقى نو بيبقى ND بيبقى 80 بيبقى 9 الي بره البركت ده هت處理ه ويتذا ويتباع ملتبما هكس دور مفيش باور هنا الـBEANS أقرار التمايج الع Subscribe لو لي بره ده يا ولاد كلمة اللي بره يعني اللي بره البركت لو لي بره البركت دريباتي في الجوة البركت في الإنتجريشن بمسك Sand Power ده عمكس اكتب كل ال accompanying ده زي ما هو بس ازود وان على الباور. يبقى ان بلاس 1 over طبعا نفس الباور اللي واني بلاس 1 بلاس الكونستاند بس كده. يبقى ببساطة لو اللي برا دريباتيف اللي جواة اعمل عاد وان على الباور over الباور الجديد بلاس الكونستاند. طبعا محتاج طبعا افكركم باللي قولنا قبل كده الانتجريشن لو انا عندي اي اكس بلاس بي قولت دا باور ان دي اكس براكت باور اند بس بشارط. لازم البراكت داي بقى اي حد فاكر يا شباب? لازم يبقى linear function. لو عندي linear function بالمنظر ده كنا بنعمل ايه? كنا بنعمل برافو عليك. بنعمل add one على power divided by طبعا الباور الجديد. اعمل add one على power يعني ex plus b all to the power n plus one over n plus one بس بزود طبعا multiply the coefficient of x. ده اللي احنا قلنا الحلقة اللي فقتنا. كل لمسال integration ما تنساش طبعا تكتب plus constant زي ما اتفقنا قبل كده. طب يا مستر دي بالسيمبلز طب ما تيجي ناخد بقى بالنمبرز دي كده عشان يبقى الموضوعه سهل. يلا معي. زي ما عودتكو دايما ان شاء الله الموضوعه سهل جدا. عايز اعمل integration to x multiply x square plus five all to the power seven. منهج تالتة سنوي استحالة هيكمل الى لما تكمل منهج تانية سنوي. علشان تبقى فاهم كويس جدا ان شاء الله كمان كم مشوار رحنا بنتكلم على ايه. اول ما تلاقي product two functions واحد يقول لي يا مستر طب ما انا ممكن افك البركت ده وبعدين ادخل اتفكها ازاي. مشوار طويل جدا عبال حضرتك ما تفكها مسلا لو الظهر يبدا دلوقتي بتصل بها العصر. يمكن تكون وصلت الحاجة. هنا بمنتهى البساطة لما تلاقي product two functions بص على البركت اللي برا او الانتجريت على الباور. طب ما تيه كان نجيبي derivative اللي جوه البراكت. derivative اللي جوه البراكت هنا اللي هو two x ما هو موجود براه انا قلت من شوية لو اللي برا ده. derivative اللي جوه يبقى الانتجريت على الباور. يعني ايه? يعني حضرتك بمنتهى البساطة قولي الانتجريتشن ايكوالز. اعمل fraction bar اكتب لي x square plus five بس يزود اللي one من فضلك على الباور يبقى power eight over الباور الجديد بلاس الكونستانت خلصت خلاص. ممكن تكتب بس تعملها ريورايت مرة تانية اللي هي one over eight. ملتوبلاي طبعا البركت. اكس سكوار بلاس five. او to the power eight بلاس eight كونستانت اللي هو السي. طب يا مستر دي هي دي اه طبعا. لو عملنا derivative اللي هنا يا ولاد كنا بنعمل دروب للباور لو فاكرين. يبقى one over eight ملتوبلاي ايه طارت خلاص. يبقى اكس سكوار بلاس five باور سيفن اهي. طايمزي دريباتي في اللي جوة البريكت اللي هي اتو اكسي بانتكد عشرة على عشرة. انادر وان. تيجريشن تو اكس بلاس three ملتوبلاي اكس سكوار بلاس three اكس ماينس تو او to the power five قبل ما تفكر هل اللي برا دريباتي في اللي جوة ولا لا ده كان ده البرودكت الاي تو فانكشنز يا ولاد. هنا يا ولاد الدريباتي هنا تو اكس بلاس سري لان دريباتي في الكونستانت بزير وتم او اكس بلاس سري برا يا ميستر خلاص. اذا اعمل اللي برا دريباتي في اللي جوة يبقى فريجت يبقى الانتجريت على الباور. يبقى انا هقول الانتجريشن ايكوالز فراكشن بور. حطي كل البراكت ده بس باور سيكس. اوفر سيكس طبعا بلاس الكونستانت. ممكن اعمل ررائت اللي يون اوفر سيكس طبعا ملتوبلاي البراكت باور سيكس بلاس سي. لو عملت دريباتي بلا ترجع دي فورا اهو. اعمل دروب سيكس يبقى اوفر سيكس ملتوبلاي سيكس. خلاص طارد. هيبقى البراكت ده باور فايف قدامك اهو. ملتوبلاي دريباتي في اللي جوة البراكت تو اكس بلاس سري. والكلام ده طبعا احنا شرحناه تفصيلا. لما كنا بناخد الدريباتي في طبعا الشهر اللي فقت. طيب نومبر ثري مع بعض يا ولاد. هنا عايز اعمل انتجريشن برضو. تو اكس مينس سري ملتوبلاي اكس سكوار مينس سري اكس بلاس فايف. اوتو دريباتي في البراكت ده ولاد اكس مينس سري. ما هو نفس اللي برا خلاص يا ميستر يبقى الانتجريشن هتحط نفس التراينوميا لده بس باور ايه بقى. ايه بقى ايه بقى. دي نيجاتيب سيفن لما زود بون بلاس وان تبقى نيجاتيب سيكس. اوفر طبعا الباور اللي هو نيجاتيب سيكس بلاس الكنستانت. اعمل يبقى نيجاتيب بان اوفر سيكس في البراكت ده باور نيجاتيب سيكس بلاس سي. في ناس بتحب بترجع البراكت ده الاصلو. احنا ممكن تعمله هنا تخليه تشينج انتو باور ينزل في الدينامونيتور جنب سيكس باور سيكس يا ولاد. عايز سيبها كده سيبها كده ما فيش مشكلة. طب هنا عايز اعمل باردو دي مكتوبة ثري اكس سكوار مينس تو اكس بلاس وان اولتو تباور ايليفن ملتوبلاي ثري اكس ماينس وان. هل اللي برا ده يا مستر دريباتيف اللي جوه تعاله. تعالوا كده نجيب دريباتيف البراكت يا ولاد. هنعمل دروب لتو ملتوبلاي ثري تبقى سيكس اكس بس ماينس تو. اهي. ده كده دريباتيف البراكت. ده مش هو ده يا مستر. هقول لك ولا تزع على نفسك خالص. حتى اول حاجة بالبنسل كده الجميل بتاعك تجيب دريباتيف البراكت كده على جنب. انا بشرح كايني دلوقتي بشرح لطالب الثالثة سنوات. هتجيب دريباتيف براحة كده لو سيكس اكس ماينس تو. الحلقة النهاردة معلش طويلة شوية عن ربع ساعة بتحملوني. عشان عايزين بس انخلص الانتجرش ان شاء الله الحلقة الجاية. هنا دريباتيف سيكس اكس ماينس تو اهو. طب دي تري اكس ماينس وان. يا طرى لو عملت دي ملتوبلاي كام تطلع ده. يعني دي تري اكس. عمل لها ملتوبلاي كام عشان تبقى سيكس اكس. هتقول يا مستر اعمل دي ملتوبلاي تو ممتاز. طب دي كلها برودكت. لو انا عملت ده ملتوبلاي باي تو. لازم بره زي ما اخدنا في تعمل ديفايد باي تو. يبقى بره يبقى يبقى حاف. حط دي كلها زي ما هي بور 11. وتبقى دي سيكس اكس ماينس تو. ما عملناش حاجة. يعني لو انت عملت 6x على 2 تبقى 3x 2 على 2 بقت 1 ما عملناش حاجة خلاص يبقى انا هنعمل multiply 2 يبقى تعمل divided by 2 بره هعمل time 5 اعمل divided by 5 بره هعمل time 7 اعمل divided by 7 بره وهكذا ليه عملت كده عشان يبقى اللي بره derivative اللي جوه يبقى الانتجريت على الباور اللي هو ال11 يبقى ايه وعا تنسى الهوف بالله عليك يبقى تقول لي equals الاول وتكتب لي هوف اعمل fraction bar حطيه الترينوميال ده بس power 12 over 12 نفسها بس plus c اكتب بقى ايه راية مرل مع نفسك كده تبقى 1 over 2 multiply 12 24 تبقى دي 1 over 24 وحط البراكت ده power 12 plus constant ادي فكرة جميلة فكرة تانية number 5 عايز اعمل integration x multiply x square plus 5 all to the power 7 على طول تفكر نفس التفكير اللي قلته لك ادم product لأي 2 functions شوف كده هل اللي برد derivative اللي جوا ده لا تعال نجيب derivative البركت هيبقى كام جميل يبقى 2x برافو عليك اكتب لي هنا 2x من فضلك الله طب دي x يا مستر ده انا محتاج 2x سهلة اعمل multiply 2 هنا واعمل divide by 2 برا يبقى integration equals half وهنا 2x وحطي البركت زي ما هو كده بقى اللي برد derivative اللي جوا يبقى الانتجريت على الباور يبقى انا هكتب الهالف وده زي ما هو ايوة تنسى الهالف بالله عليك الهالف ما يكنسش ابدا ايوة اتناموا يا ولاد دي مهمة جدا دي اعمل fraction bar اعمل بقى البركت بس power 8 divided by power plus constant خلصت خلاص ممكن اعمل بقى rewrite الي يتوم multiply 8 تبقى 16 تبقى 1 over 16 في البركت بلاس السي ادي فكرة تهنية ناخد فكرة تاني number 6 انا ما هي 11 سؤال يا ولاد معلش عايز اعمل اه ده divide يا مستر بقى احنا ما خدناش divide صح ما فيش عندك في تانية سنة والحد دلوقتي انت جريش لل divide خليها السنة الجاية امال دي جيبت لنا لها مستر ركز كويس دي انا ممكن احولها بسهولة ازاي هتطلع البركت ده فوق هنا بس يعني اكس باور 5 تبقى ممتاز هل اللي بره اللي جوه تعال انا مفكر دي اكس باور 5 يبقى اكس باور 4 الله طب ده دي اكس باور 4 يبقى انا عايز هنا 5 يبقى اطلع لبره 1 over 5 يبقى 1 over 5 حط هنا 5 اكس باور 4 وكمل مسألة كده اللي بره بقى يبقى الانتيجريت على الباور don't forget طبعا 1 over 5 اللي الفيث هنا تعمل add 1 fraction bar اعمل لي add 1 من فضلك هنا تبقى negative 7 plus 1 تبقى negative 6 حط البراكت زي ما هو over negative 6 plus constant جميل وبعدين اعمل بس rewrite 5 multiply negative 6 يبقى negative 30 يبقى كأنها negative 1 over 30 والتب للبركت ده زي ما هو power negative 6 plus لو انت عملت derivative ده ترجع دي على فكرة اللي هو منظر ده number 7 يال اتمنى بقى كده تكون الفكرة اللي انا عايز اقولها النهار ده وضحت بالنسبة لكم طب ده product يا مستر لا ده quotient يا مستر rational function ولا يهمك طلع لده فوق الاول عشان انا رف نتكلم بس بعد اذنك بس مواندس وانت بتكتب حط ده في bracket بالله عليك بلاش الغلطات ناسف في اللفظ الهابلة اللي كلكم بتقعوا فيها وتيجي تقول يا مستر مش طلع معايا انا مش عارف انا مش فاهم negative six ممتاز طب ما تتيجي كده هاتلي derivative في البراكت الجميل ده هتقول لي three x power two plus three اهو فوق منه كده بالبنسل كده خليك منظم كده انت ان شاء الله فضيلك تاك خلاص بقى مهندس عايزك بقى انسان متميز بقى كده في شغلك ان شاء الله هنا بقى طب ما دي مش هاد يا مستر ما تزعلش نفسك ابدا انا عادي three x plus three او three x square plus three طب ما تعمل دي multiply three تطلع لي برا third يبقى انا هقول third برا وكتب لي three x square plus three كم المسألة كده اللي برا بقى derivative اللي جو تعمل بال integrate على power تعمل add one هنا يبقى انا هقول third الاول اعمل fraction bar حط البراكت ده كله بس power negative five over negative five plus ال constant three multiply negative five negative 15 تخليها negative one over 15 multiply طبعا البركيب power negative five plus c ادي فكرة جميلة طيب number eight number eight هنا بيقول ايه عايز اعمل integration x multiply x plus one all to the power nine يلا يا مستر طبعا دول البرودكت البعض هل اللي بغرة derivative اللي جوة اه derivative x one طب دي مش one يبقى ما ينفعش اللي احنا قلنا في طول الحلقة امال ايه ركز بقى اشوف المستر هيشتغل ازاي وانا عارف انك تقدر تجيبها لو فكرت شوية مع نفسك كده يا مستر اللي بره مش دربتي في اللي جوة يبقى هن يبقى هتطر غزب عني ان انا احاول اوصل ال x دي ل x plus one ازاي شغل النصب انا عارف ان ال calc كل شغل يعني تزود one وط minus one times two divided by two فدي integration اه ممكن اخليها ايه ال x دي اخليها x plus one minus one ما عملتش حاجة ليه عملتها بالمنظر ده one minus one zero ترجع x الاصلة طب ليه كتبتها كده برضو ما هو البركت ده يا ولا d x plus one لما اعمل d x plus one في براكت minus one كلها في براكت واحد لما اجعل لها ملتبلاي x plus one power nine تبقى سهلة ازاي اعمل distribution بقى او اعمل distribute هنا d x plus one power one وd x plus one power nine يبقى d x plus one all to the power ten يبقى x plus one power one في x plus one power nine يبقى x plus one power ten minus l one في x plus one power nine هي نفسها كلها دي x دي ما انا عملت وزعت بس عملت multiple bracket ده كله مرة مع x plus one مرة مع l one زود بقى هنا بالراحة عادة integration اعمل fraction bar دي بقى تلينيار بقى الحلقة اللي فاتت حط x plus one بس power eleven over eleven minus fraction bar تاني x plus one power ten over ten plus c خلصت خلاص اعمل بقى لراحة دي one over eleven ودي one minus seven one over ten plus c انت كده خلصت المسألة يبقى لو اللي بره مش derivative اللي جوه وصل ده زي البركت طب كمان مرة عشان نفهمها اكتر number nine هنا integration برضو x plus four all to the power eight طب اعتصرف هنا ازاي بمنتهى البساطة هتقول لي دي مش derivative دي خالص لين derivative في الاكسب وان ودي مش وان اما نعمل ايه دي اكسب plus four انا عايز دي اكسب plus four طب زعل ليه لما تعمل هالكد ادي integration اكسب plus four في minus four حطهم في براكت كبير وده ينزل زي ما هو وزع لده من فضلك مرة على اكسب plus four ومرة على الفور دي power one لما اقول اكسب plus four power eight في plus four power one تبقى power nine minus الفور هنا في four انا اسف هنا في four انا نسيت يا ولاد الفور دي و اكسب plus four power eight اعمل integration براحة دي اكسب plus four power nine خليها power ten على ten في four زي ما اتفق انا ما تتنسيش في four هنا يا ادي اكسب plus four power nine على اكسب plus four power ten مينس هنا في four تبقى four over nine دي four over nine انا بصلح معك انا اسف معلش اكسب 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 بلاس four power nine plus c ادي فكرة تانية انا انا قربت خلاص خلاص number ten اه هنا بقى اكسب plus three over root اكسب one طب انا طلع روت فو بس اللي عليك وانت بتطلع الروت فوق خلي power يعني ده اصلا x minus one all to the power half خلي انت power negative half اهو تمام كده جميل عايز اوصل ده طب ازدلفات كانوا x يا مستر طب ما دي x plus three خلي اكسب one الاول يعني اول حاجة بصوا لما تيجي تهرب من الحتة دي الاكس دي خلي x minus one يا طرى negative one ازود علي كام عشان اديك three ازود علي four يعني انا جزات three ده هي كأنك ما عملتش حاجة هو نفس البراكت اللي قلنا قبل كده دي power one وده power negative half وزع البراكت ده كله على الاثنين هتبدي x minus one دي power one power negative half يبقى power half plus الفور في البراكت اهي حط البراكت زي ما هو زود one من فضلك half plus one اللي تري على two over three وقلنا نطلع two فوق فاكرين الحلقة اللي قبل اللي فاتت دي نفس الكلام plus four دي plus انا اسف يا ولاد انا اسف معلش دي plus four حط x minus one زود one على ده يبقى over هقول بقى over two طلع اللي two فوق خلاص كده جميل او plus يا ولاد طب دي تبقى two على three وخلى لي زي ما هي x minus one power three على two دي plus يا ولاد زي ما قلت two مالتبلاي four اللي هي ايت حط زي ما هو plus constant آخر فكرة يا الله في حلقة النهاردة طولت النهاردة معلش احنا متفقين ما نزودش عن ربع ساعة integration two x minus one على two plus three all to the power four برضو بمنتهى البساطة طلع للpower ده فوق بالن negative four طب انا عايز اوصل دي دي ولاد زي على نفسك two x دي خلال two plus three اول three minus كامل negative one او three plus كامل negative one بلاس negative four لان three minus four negative one اوانا جزات negative one دي لthree minus four اعمل distribute ده مرة مع البركت وده مرة مع negative four طبعا دي power one وده power negative four او negative three minus four في البركت زي ما هي هعمل fraction bar زود بلاس three زود one على three بلاس c هنا تبقى دي negative half تمام كده دي تبقى four على three انا اسف دي four over three دي negative four over three يا بلاس شن negative ونегатив تبقى positive four over three بكده يبقى احنا خلصنا النهاردة خلاص حلقة النهاردة كده تقريبا يا ولاد احنا فنشنا الانتجريشن الجزء اللي كان ليه علاقة بال فاضل بس جزئية صغيرة جدا اللي هو تقلص في حلقة واحدة اللي هي ان شاء الله الحلقة اللي جاية بإذن الله هنكسب بقى الفترة اللي فاتي طبعا بقى لنا فترة ما نزلناش حلقات ان شاء الله كمان يومين او ثلاث يام بكتير جدا ننزل الحلقة عشان يبقى فاضل عندنا في الالجبرا ودرس التاني مهم جدا جدا في محتاجين سايبوا للاخر الدرس ده اولاد عشان نلم الروز كلها ان شاء الله بتاعت الترج تبقى معاك تاخد تخليها على الموبايل بتاعتك وان شاء الله بإذن الله قبل ما نبدأ الكورس في ثالثة سنوي هعمل لكم حلقة بكل الروز اللي احنا عايزينها ان شاء الله في ثالثة سنوي علشان ما تبقاش حاجة ان شاء الله نقصاك وانت داخل ثالثة سنوي بإذن الله احنا شغالين براحة بهدوء ما بنجريش عشان نستغل معلومة كويس جدا ناريت الافكار ده انا قلت دي حلها مع نفسك كل عشر مسائل لو عملت كل اجازة سعيدة ان شاء الله الحلقة جاء ان شاء الله نخلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته